أشد الناس ابتلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ اللحظة الأولى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت لحظة ابتلاء وهذا ما فوجئ به الحبيب عليه الصلاة والسلام في أول لقاء في أول حادثة حدثت له بالنبوة حيث لما ذهبت به خديجة رضي الله تعالى عنها أخذت به الحبيب عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى ورقة ابن النوفل ابن عمها فقال له ورقة ابن النوفل هذا هو الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى ليتني حي إذ يخرجك قومك من بلدك قال أو مخرجيهم قال لم يأتي نبي بمثل ما جئت به إلا عودي ضع ثلاثة خطوط تحت كلمة عودي فالعداء يقتضي الإذاء العداء يقتضي القتل العداء يقتضي الضرب الاعتداء يقتضي كل إساءة ممكن أن تحصل من المعادي من اللحظة الأولى هذا الكلام قاله ورقة ابن نوفل الحبيب عليه الصلاة والسلام هنا الحبيب عليه الصلاة والسلام منذ أول يوم بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدأ العداء من قريش وفي يوم من الأيام اجتمعوا في دار الندوة وهي دار لبعض أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من قريش اجتمعوا فيها فقالوا ماما آل هذا الرجل فكل واحد بدأ يبدي رأيا هذا يقول نفعا معه كذا هذا نقول نفعا ليكف النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعوة وإذ بأشقى القوم أبي جهل ينبري لهذا ويأتي بفكرة والعياذ بالله تبارك وتعالى فكرة طغت على جميع أفكارهم ورأت القبول والرواج عندهم أجمعين عند هؤلاء الخبثاء الكفار وفي ذاك اليوم كان قد حضر ذاك الشيخ الذي بصورة النجدي وهو الشيطان الرجيم قال لهم أنا شيخ النجدي سمعت باجتماعكم فأحببت أن أحضر معكم وأخرجوا من كان من غير هؤلاء القوم لأن الجميع من أولئك متعاطفون مع النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجوا جماع اتهامة والأماكن المكية لأن الكثير منهم متعاطفون مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا انبعث أشقى القوم أبو جهل فجاء بفكرة رأت الرواج عند الجميع وهي الفكرة قتل النبي عليه الصلاة والسلام لا على يد شخص واحد وإنما على يد أشخاص كثيرين قال لهم لو انتدبتم من كل قبيلة أجلد القوم وأصح القوم فعند ذلك يجتمع الجميع عند باب بيته فإذا ما أراد محمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج من بيته تكاثر عليه الجميع وضربوه ضربة واحدة فيضيع دمه بين القبائل وعند ذلك قبيلته ترضى منكم بالعقل بالدية وعند ذلك تكون قد كفيتم هذا الأمر وإذ بهذا الشيطان الرجيم الذي جاء بصورة الشيخ النجدي يقول هذه هي الفكرة الصحيحة وتواطئوا جميعا وتوافقوا على قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام ولكن الله تبارك وتعالى يعصمه من الناس وليصلوا إليه هنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بلغه جبريل أن يخرج من بيته فخرج من بيته عليه الصلاة والسلام وأذن له بالهجرة وأمر علي أن ينام في الفراش وقال أعطاه الأمام بأنه ليصيبه أذن بإذن الله تبارك وتعالى وخرج من بينهم وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم ومر وذهب إلى بيت أبي بكر ثم هاجر هذه كانت المحاولة الأولى لقتل الحبيب عليه الصلاة والسلام وهي كانت في مكة المكرمة وعندما هاجر الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتري بهذا الابتلاء نفسه بمحاولة قتله عليه الصلاة والسلام وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يُخْرِجُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال تبارك وتعالى وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ في معرض الكلام عن محاولة قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها كان يتخذ بوابا فلما أنزل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس جاءه الأمام من الله تبارك وتعالى أنهم لن يصلوا إليه وليستطيعوا قتله المحاولة الثانية كانت من امرأة يهودية وهي التي تسمى بزينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم المرأة اليهودية أرادت أن تسمى النبي عليه الصلاة والسلام محاولة القتل فأرادت أن تسمى النبي عليه الصلاة والسلام فطبخت شاة وقالت ماذا يعجبه من الشاة ما أكثر ما يأكل ما الذي يحبه من الطعم قالوا يحبون قالوا لها يحب محمد صلى الله عليه وسلم الذراع فسمت الشاة كاملة إلا الذراع فإنها زادت في سمه وقدمته هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الطعام أمامه بين يديه ومعه أصحابه فتناول الطعام وأكل ثم أخبر من الذراع وهذه معجزة للحبيب عليه الصلاة والسلام فقال ارفعوا أيديكم فإن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم وتسمى بعض الصحابة وسيدنا بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه أصابه السم ومات رضي الله تعالى عنه واختلف العلماء هل هذه المرأة قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا أو هي أسلمت فلما جاء بها قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أردت قالت إن كان كاذبا فسيريحنا الله منه وإن كان صادقا فسيخبره الملك فإنك صادق قد أخبرك الملك في هذا هذه المحاولة محاولة القتل هي شأن الكافرين على ممر الأزمان ما جاء إنسان ليصلح إلا وهدد بقتل أو مورس عليه القتل ففي الأنبياء عدد كبير ممن قتل وحبيبنا عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذا الأمر هكذا ابتلي الحبيب صلوات الله وسلاماته عليه إذا ابتليت أيها المسلم بمن حاول قتلك فقد ابتلي حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام ولك فيه أسوة حسنة ابتلي بمحاولة القتل ولكن الله تبارك وتعالى حفظه من هذا ما عليك أيها المسلم إلا أن تستمر في طريقك كما استمر الحبيب عليه الصلاة والسلام وإنك لن تموت قبل عمرك بلحظة ولا بعد عمرك بلحظة إنهم ليصلوا إليك إلا في اليوم الذي قد كتبه الله لك أو كتبه عليك فامضي بما أمرك الله واقتد بحبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعطل مشروعك وهو الإسلام إذا حاول أعداء الإسلام أن يقتربوا منك فإن الله تبارك وتعالى الذي حفظ نبيه سيحفظك وإن كان قد كتب عليك القتل فلن يستطيع رد قضاء الله تبارك وتعالى هكذا ابتلي الحبيب إن كنت قد ابتليت بمحاولة القتل فإن حبيبك قد ابتلي بمحاولة القتل وابتلي بفقد الولد وابتلي بفقد الزوجة وابتلي بجفاة الأعراب وابتلي بالمنافقين وابتلي بفقد الناصر وابتلي بالهجرة من وطنه ابتلي الحبيب بكل أنواع الابتلاء ولكنه صبر وكافح واستمر في هذه الحياة وما عطل مشروعه كان يقول حبيبي فدته روحي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشد الناس بطلاء الأنبياء يبتلى المرء على قدر دينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر